اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسئننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار قليد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب خليص مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاسف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص وقال الشيطان لما كدي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا عملوا الصالحات جنات التجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خاردين فيها بإذن ربهم تهيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أسلها ثابت وفرقها في السماء تؤتي أكلها كل خين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لأنهم يتذكرون ومثل قلمة خبيثة كشجرة خبيثة إذن جثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقبل الثابت في الهياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الطالبين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يسلغ لها وبئس القرار واجعلوا لله أغدادا ليدلوا عن سبيله قل تبدعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا بما رزقناهم ينفقوا بما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أي هي يوم لا بيء فيه ولا خلال صدق الله العظيم